سبعون سنة مرت عن السادس من حزيران يونيو الف وتسعمائة واربعة واربعين والذي شهد انزال اكثر من مات وستين الف جندي في هذا اليوم من قوات التحالف في الساحل الواقعي شاملي فرنسا في نغموندي وذلك بهدف تعبيد وفتح الطريق لهجوم ضد الاحتلال النازي عمليات كانت تهدف ايضا لانهاء الحرب العالمية الثانية مرحلة اولى اطلق عليها اسم نيبتون بهدف انشاء منطقة امنة تمتد على بعد ثمانين كيلومترا على ساحل نغموندي الانزال بدأ من انزال المظليين من الجو وقد ساعدت الطائرة الشرعية ايضا في ايصال القوات الى الشاطئ ليبدأ الاسطول البحر للحلفاء في قصف المواقع الالمانية من البحر وذلك بدعم من الطائرات وقد شكلت الوحدات الامريكية والبريطانية والكندية نواة القوات المشاركة في هذه العملية وقد استمر الانزال عدة ايام ليلا ونهارا واستهدف الشاطئ البحري في منطقة نغموندي الفرنسية في حين ضم الاسطول البحري للحلفاء ستة الاف سفينة من بينها السفن القتالية وسفن الانزال وسفن النقلة وقد اصفرت معركة نغموندي عن مقتل سبعة وثلاثين الف من الحلفاء وما يتراوح بين خمسين وستين الف من الالمان وكان انزال نغموندي هو اكبر هجوم برمائي على الاطلاق لتتمكن قوات التحالف في نهاية يوم الانزال من وضع موطئ قدم لها في فرنسا وفي غضون احد عشر شهرا هزمت المانيا النازية انذاك ترجمة نانسي قنقر